اشتركوا في القناة ان نرفضه او نستنكره او يعني نطرحه خارجا فتوجد حقيقة فتوجد اشياء كثيرة لا نفهمها فمثلا كيف نفهم اسرار الكون الفسيح او اسرار المحيط العميق او حتى كيف نفهم اسرار النفس في الانسان فاذا ليس كل شيء لا نفهمه ان يكون مناقضا للعقل او المنطق ثم الادعاء ان التجسد لا يليق بكرامة الله انما هو ادعاء ناقص بل باطل وجاهل ايضا اذا كان التجسد ضرورة ومهم جدا من اجل خلاص البشر وقد قبله على نفسه من اجل خلاصنا هذا يدل على محبة غير محدودة واتضاع العظيم يا لعمق غنى حكمته ومحبته يا للعجب الله هو الذي اختار هذه الطريقة ليقترب الي ويكون سكناه معي ويظهر محبته ولكي يفديني ويفكني من القيود ويحررني من العبودية ومن عواقب ونتائج الخطية بل ويجعلني ابنا او بنتا له ثم اذا اراد الله ان يقترب الي فهل يعقل ان احاسب او اطالب او استنكر طريقته لخلاص نفسي ثم من انا لاعارض الله ليس للبشر ان يتعالوا بفكرهم لكي يفحصوا اعمال الله ليس لهم ان يعتاردوا على تدبيره الذي حتم به طبعا تم بقضاء منه